حديث نقله المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة في كتابه الاختصاص عن حذيفته والسند ليس من أسانيدنا المعروفة حذيفته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنني أقرأ من الصفحة الثامنة بعد المائتين من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وسأعود إلى الجزء الذي يرتبط بجهة أخرى من جهات هذه الحلقة عمران بن الحصين من الصحابة وهو معروف في كتب المخالفين يسأل رسول الله في أن يصف له إمام زماننا يا رسول الله صف لنا هذا الرجل قال هو رجل من ولد الحسين كأنه من رجال شنوءة شنوءة قبيلة يمانية كأنه من رجال شنوءة النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقرب لأذهان المتلقين لأذهان المستمعين لحديثه جانبا من ملامحه الجسدية في طول قامته في اعتدالها هذا هو الذي يريده كأنه من رجال شنوءة عليه عباءتان قطوانيتان العباءة القطوانية هي العباءة البيضاء التي تكون بيضاء نقية عليه عباءتان قطوانيتان عباءتان قطوانيتان عباءة تكون قصيرة والأخرى طويلة عليه عباءتان قطوانيتان اسمه اسمي فعند ذلك هنا الكلام عن الطبيعة الفائقة فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها قد يقول قائل ما هي الطيور تفرخ في أوكارها أوكار الطيور أعشاشها إننا نتحدث عن حالة جديدة وهذه التعابير تعابير كنائية لأن كل شيء قد تغير فإن حال الطيور يتغير أيضا مر علينا قبل قليل من أن السباعة ستصطلح في مملكته وطيور منها طيور سباع الطيور الجارحة ستتغير منظومة العلاقات بين هذه الطيور وهذا يجر معه مجموعة من الآثار الكبيرة على حياة تلك الطيور فإن مواقع الأوكار ستختلف حينئذ وإن الطيور لا تبالي بالأخطار إذ لا يوجد خطر بعد ذلك لا من الأفاع ولا من الحشرات ولا من الطيور الجارحة ولا من الإنسان ستكون أوكار الطيور آمنة فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها والمراد من الحيتان الحيوانات البحرية عموما هذا المصطلح الحيتان في الأعمل الأغلب في ثقافة العترة الطاهرة يراد منه الأسماك فالحيتان هي الأسماك وقد يراد من الحيتان في أحيان أخرى الحيوانات البحرية عموما وهي كثيرة أنواعها أكثر من أنواع الحيوانات في البر فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها إنها إشارة إلى أن البحار ستكون نظيفة لا كما هو الحال الآن لقد تلوث الهواء وتلوث الماء في البحار والبحيرات والأنهار وتلوث التراب لقد فسدت النباتات والحيوانات وكل هذا جر الويلات علينا في حياتنا في طعامنا وشرابنا ومنامنا وعافيتنا وفي سائر شؤون حياتنا هذا هو الواقع الذي تعيشه البشرية الآن ولا يمكنها أن تتخلص منه إلا أن تتغير المنظومة الزمانية وذلك لا يكون إلا في زمن الظهور حينما تتغير المنظومة الزمانية حينئذ يتغير كل شيء فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها وتمد الأنهار تمد الأنهار أن المياه في الأنهار ستكون جارية متصلة متواصلة لأن سماء تنزل مياهها الطاهرة تنزل مياهها النظيفة وتمد الأنهار في زماننا الكثير من الأنهار في العالم جفت خصوصا الأنهار الصغيرة أما الأنهار الكبيرة فقد نقصت مناسب المياه فيها في كثير من البلدان وتمد الأنهار وتفيض العيون وتنبت الأرض ضعف أكلها ثم يسير مقدمته جبرائيل إنها مقدمة الجيش وجاء هنا وساقيه إسرافيل هذا الكلام ليس صحيحا يفترض أن الكلام هكذا يقول وساقته إسرافيل لأن ساقة الجيش هي مؤخرة الجيش أما وساقيه فهو الذي يسقي ولا علاقة لهذا الكلام فيما نحن بصدده بحسب سياق الحديث ثم يسير مقدمته جبرائيل وساقته فجبرائيل على مقدمة القوات العسكرية وإسرافيل في آخرها هو قائد المؤخرة ثم يسير مقدمته جبرائيل وساقته إسرافيل فيملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلمة هذا ما جاء في كتاب الإختصاص ومن كتاب الإختصاص إلى كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الخامسة والثمانين بعد الستمئة الحديث الطويل المعروف بحديث الأربعمائة وهو حديث طويل طويل جدا مروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل جدا حديث الأربعمائة أقرأ بعضا من سطوره أمير المؤمنين يقول ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام إي وحقك يا أمير المؤمنين إنها علل العقوه وأسقام القلوب قبل أن يكون الحديث عن علل الأبدان فعلل الأبدان أمرها سهل المشكلة في علل العقول في أسقام القلوب المشكلة في أمراض الوجدان المشكلة في وباء الفطرة المشكلة هنا ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب وسواس الريب مرض قد يكون نفسيا وقد يكون روحيا وقد يكون قلبيا وقد يكون عقليا وقد يكون وجدانيا فوسواس الريب مرض خطير يمكن أن يضرب كل هذه الجهات الذي يطمئن إلى محمد وآل محمد ويسعد قلبه ووجدانه بحديثهم وفكرهم وثقافتهم سينجو سينجو من علل العقول وأسقام القلوب سينجو من انطماس البصيرة إنه المرض الأخطر ومن تلوث الفطرة ومن انتكاس الوجدان هذه مشكلة البتريين مشكلة البتريين مشكلة عويصة جدا ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب وجهتنا حينما تتجهون إلينا رضا الرب عز وجل والآخذ بأمرنا معنا غدا في حضيرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على من خريه في النار تصدقون لا تصدقون فإن الحرب على آل محمد قائمة وقائمة في الوسط الشيعي والذين يقودون هذه الحرب مراجع الشيعة في النجف وكربلاء ولذا فإنهم سيخرجون يرفعون سلاحهم بوجه إمام زماننا إذا كان عصر الظهور في زماننا أو كان في مستقبل الأيام كل المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة لكن الشيعة الذين يقولون نحن شيعة في نوم عميق في نوم عميق لقد نجح مراجع النجف وكربلاء في تثويل الشيعة الدخيين ثولوهم وجهلوهم وطمسوا عقولهم وقلوبهم من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على من خريه في النار إذا كان هناك من واعية لآل محمد في هذا الزمان فإنها قناة القمر قارنوا فيما بينها وبين سائر القنوات الشيعية ستجدون الفرق واضحا واضحا قطعا نحن نتمنى أن نكون كذلك نحن لا نقطع بهذا لكن الواقع هو الذي يشهد بهذه الحقائق ونحن لا زال أمير المؤمنين يتكلم ونحن باب الغوثي إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب ونحن باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين ونحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجى ومن تخلف عنه هوى بنا يفتح الله بنا يفتح الله هذه المضامين بعينها بنفسها بتمام دقتها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة إنه هو هو القول البليغ الكامل إن كان صادرا من أمير المؤمنين أو كان صادرا من إمامنا الهادي أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي أوسطهم علي آخرهم علي كلهم علي أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة آخرهم فاطمة كلهم فاطمة صلوات على فاطمة وعلى بعلها وعلى أبيها وعلى ولدها الأطهار من المشتبى إلى قائم آل محمد ونحن باب الغوث إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب المذاهب الطرق المختلفة التي تأخذ الناس إلى اتجاهات شتى ونحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوا بنا يفتح الله وبنا يختم الله وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت وبنا يدفع الله الزمان الكلب حديثنا عن التغير الهائل في منظومة الزمان يتكرر في كلماتهم يتكرر في كلماتهم وبنا يدفع الله الزمان الكلب وبنا ينزل الغيث فلا يغرنكم بالله الغرور ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل منذ حبسه الله عز وجل بالنحو الذي سيكون نازلا أيام القائم وإلا فإن المطر لازال نازلا في كل وقت وفي كل بقاع العالم إلا أن أمير المؤمنين يتحدث عن مطر خاص عن مطر نزل فيما مر من الأيام ثم حبس عن مطر كان ينزل أيام رسول الله ولكن بعدما قتل رسول الله بعدما اشترك بعض الصحابة مع بعض أزواج النبي وقتل رسول الله اشترك في تسميمه انحسرت البركة بعد رسول الله وانحسرت بعد أن غدروا ببيعة الغدير غدروا بعليا وآل عليا وانحسرت وانحسرت حينما قتلت فاطمة وأسقط جنينها ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها إنه المطر الذي تنتظره الأرض ولأخرجت الأرض نباتها ألم يكن النبات موجودا أيام أمير المؤمنين لكن أمير المؤمنين يتحدث عن النبات في الزمن المهدوي وعن المطر في الزمن المهدوي ليس كزماننا ونحن نشرب الماء المدور حتى هذه الأمواه التي في قنان المياه التي يقال لها المياه المعدنية صدقوني كنت أشتري منها هنا في لندن كنت أشتري منها وفي مرة ذهبت ذهبت إلى مصنع تلك المياه حيث يصنع الماء ويعلّب كانوا يأخذون الماء من الأنابيب إنه الماء الذي في بيوتنا ويضيفون ويضيفون إليه بعضا من الأملاح والمعادن وشيئا يغير طعمه هكذا هي الحقيقة فحتى هذه المياه التي نشربها وهي معلّبة أنا لا أتحدث عن كل أنواع المياه التي تباع في الأسواق لكن نسبة كبيرة منها تعتمد على المياه المدورة ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم هذا هو التغير الهائل في الطبيعة هذه هي الطبيعة الفائقة ولذهبت الشحناء من قلوب العباد الشحناء الكره والبغض والتحاسد لا يعني أن الأمر سيزول بالكامل لكن الطبيعة ستتغير إلى حد كبير والناس سيتغيرون إلى حد كبير فلسنا نحن في الجنة لأن الناس تدخل الجنة وفي صدورها الغل ونزعنا ما في صدورهم من الغل وإنما المراد أن الأوضاع ستكون في أحسن ما يمكن أن تكون فنحن في عالم ترابيه في عالم دنيويه تحكمه النقاص ولا ذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم هنا ستصطلح السباع والبهائم مشكلة الإنسان ليست كمشكلة السباع والبهائم لاحظوا الدقة في التعابير ولذهبت الشحناء من قلوب العباد لا يعني أن القلوب ستكون صافية بالكامل ولكن في أحسن ما يمكن أن تكون واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة ما بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات فإن الأرض ستكون مخضرة ستكون مزهرة ستكون الأشجار مثمرة حتى حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها على رأسها زينتها من الذهب والجواهر ومما غلى ثمنه لا يهيجها سبع ولا تخافه ترى الحيوانات في الطريق فهي لا تخاف منها لقد اصطلح الآدميون مع السباع واصطلحت السباع فيما بينها إنها الطبيعة الفائقة هكذا تخبرنا الأحاديث المعصومية عن الطبيعة زمن الظهور الشريف ونقرأ أيضا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة البيان في نسختها الأولى إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائر وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة حيث يخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن إمام زماننا وبعد وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرق إلى جابرصة في أحاديث أهل البيت جابرق وجابرصة هناك تصحيف وهو تصحيف كثير في هذه الخطبة وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرق إلى جابرصة ويستتم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الشات مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير هذه هي الطبيعة الفائقة حتى ترعى الشات مع الذئب هذا كله يكون نتيجة لما قال أمير المؤمنين عن إمام زماننا ويعدل بين الناس هذا العدل هو الذي سيرتب الآثار التكوينية التي ستظهر في الطبيعة ويعدل بين الناس حتى الكلام من أن العدل ستكون غايته هي هذه نتائجه هي هذه ويعدل بين الناس حتى ترعى الشات مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير إنها الطبيعة المهدوية الفائقة في دولة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر هذا الكلام علينا في حديث قرأته عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبر الإمامي وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الثانية والستين بعد الأربعمائة إنه الحديث السابع والأربعون بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء استنزله هو يأمره هذا المراد يأمره أن يا أيها الطير الفلاني تعال عندي إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له إحيى بإذن الله فيحيى ويطير وكذلك الضباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره نور إمام زماننا هذه قضية لا نستطيع أن نتصورها إلا أن نذهب في أعماق التغير العظيم الذي سيكون في واقع هذه الحياة ويكون ضوء البلاد نوره ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية المراد من أن الدعوة سماوية من أن البرنامج برنامج إلهي لا يعبث فيه الأحبار والحاخامات ولا يعبث فيه البابوات والقساوسة ولا يعبث فيه مشايخ السنة وعلماء الوهابية ولا يعبث فيه مراجع النشف وكربلاء والخطباء البتريون اللعناء فهذه دعوة سماوية هذا برنامج محمدي علوي فاطمي ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية ليست بأرضي ولا يكون للشيطان فيها وسوسة برنامج الشيطان سيعطل وسيقضى عليه ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل من أعمال السحر ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الأرض والشجر ليس هناك من شوك لا في الشجر ولا في الأرض في حشائشها وأعشابها ولا حتى من أذن في صخورها ولا تشوك الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله وإن الرجل ليكسبنه الثوب فيطول معه كلما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ما هو بغريب ما هو بغريب هذا الأمر في زماننا في زماننا هناك أقمشة صنعت في اليابان وغير اليابان بإمكان الإنسان أن يغير ألوانها كما يريد وهذا أمر موجود في الأسواق ما هو بسر من الأسرار وبالمناسبة هذه الصناعة كانت بداياتها في الثمانينات وليست اليوم وإن الرجل ليكسبنه الثوب فيطول معه كلما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك الستر الذي يتوارى فيه إنها طبيعة فائقة فيها أجهزة استشعار عالية تناصر المؤمنين وتناصر إمام زماننا حتى يقول الحجر والمدر والشجر يا مؤمن خلفي كافر فخذه فيأخذه ويقتله عملية تطهير من القذارات والنجاسات أنا أسألكم الزبالة التي في بيوتكم تحتفظون بها أم أنكم تخرجونها وإذا ما أخرجتم الزبالة من بيوتكم هل تعيدونها إلى داخل بيوتكم هل هناك من إنسان يخرج الزبالة من بيته وبعد ذلك يدخلها إلى بيته وماذا يفعلون بها يأخذونها إلى المحارق كي يحرقوها أو أنها تطمر وتدفن لابد من الخلاص منها حتى يقول الحجر والمدر والشجر يا مؤمن خلفي كافر فخذ فيأخذه ويقتله ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه لأن إبليس سيذبح سيقتل والهيكل البدن الرواية هي التي تقول إلا أن آثاره ستبقى لن تزول بسرعة ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم يوحى إلى المؤمنين ويوحى إليهم العنوان القادم الرجال والنساء الفائقون والبداية من هنا الترابط بين الطبيعة الفائقة وبين قطانها إنهم الرجال والنساء الفائقون ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم ويحيون الموتى بإذن الله إذا أرادوا أن يتواصلوا مع الموتى فإنهم قادرون على إحيائهم قطعا هذا الكلام سوف لي يكون للجميع وإنما المؤمنون درجات ومراتب هذه الرواية تخبرنا تخبرنا عن الطبيعة الفائقة وتخبرنا عن الرجال والنساء الفائقيين وتلك هي جهات من الصورة الفائقة لمرحلة الظهور مر الكلام في القيادة الفائقة البرنامج الفائق وها هو الكلام أعرضه بين أيديكم في الطبيعة الفائقة سأحدثكم عن الرجال والنساء الفائقين ولكن بعد الفاصل الفائقين الفائقين سبحانه الفائقين